536 مليون جنيه 536 مليون جنيه 536 مليون جنيه 536 مليون جنيه هو اللي جاي بقى اللي جاي في مجل زارة الإسماعيل سواء حضرتك سواء غيلك مش داخل خرص بعدين بص عملت استثمارات في بعض الناس بتاخد علي انا طلعت قبل كده وقلت تاني يوم ادخل ادخل مليار جنيه هم دلوقتي مش مليار هو مليار ده كان من 2019 هم دلوقتي خمسة مليار هدخل خمسة مليار جبت الناس كريم رمزي احنا هنعمل استثمار في كذا وكذا يلا يا شيح انا موافق تك قضية تك امشي ده انت لجنة معينة لازم مجلس منتخب وموافقة الوزير وعشان يستثمر بالرقم ده محتاج ياخد لونج ترم مش اقل من 18 سنة 9 في 9 أو 25 انت معي تحاول تبيع النمتاج اللي جاي يستثمر عاوز لونج ترم وانت مجلس معين عملنا الاستثمارات دي واللهيج هنساعده يعني هنحطها له على الترابيزة فيه فلوس هتيجي للنادي بس على لونج ترم لكن انت دلوقتي محتاج معك خمسة مليون دولار مش هتتفحهم هتحل هتنزل حوالي 30% وانت عاوزت 120-140 مليون جنيه طيب انا بحاول ابسط للناس دلوقتي حرارك رافد انك تيجي الاسماعيلي مرة اخرى معين عشان مش هيبقى معك اللي يتحل من المشاكل لأ منتخب معين ما اقدرش هستغنى عن النادي يعني النادي لو طلب مني المساعدة كمعين لو انت منتخب هفهمك الفرق المشكلة النادي اسماعيلي مش مجلس منتخب دلوقتي ليه اللي هيجي مجلس منتخب انت ساعد قرارك انت عارف القضية وعارف ان في 536 مليون جنيه غير فرقة بتجددها النادي الاسماعيلي التلاتين لعيب محتاجين يمشوا بتكويس فيهم بالوحش خلاص انت محتاج تغيرك القماشة كلها كلهم؟ كلهم ده رأيي الشخصي كويس؟ فيهم لعيبة كويسة طبعا وفيهم لعيبة جاي لهم عروض كبيرة جدا ولعيبة رجالة باهر المحمدي من ارجل اللعيبة اللي انا اتعملت معاهم وعبر الرحمة المجلس كلهم والله يا محمد حسن كلهم مش عايز نسمي حاجة لو انت اللحظة واحدة بس لو انت اللحظة موجود في مجلس الاسماعيل انا هغير التلاتين لعيب بما فيهم باهر وعبد الرحمن ومحمد الاسماعيل باهر اول واحد يمشي وعبد الرحمن اول واحد يمشي لعيبة كبيرة يروح يشوفوا ماهو ده تمنوا وضب من جمهور الاسماعيلي اللي يغضب يغضب هو انا يا فندم صديقك من صدقك القول انا مش عايز بأنك حاجة عملت حاجات في الخامس شهور انا ومجلس اقدارة بالقاس اللي هو بواكر الحديدي مش بتاعت مجلس معين وعايز يجي انتخابات يا فندم لك انت تخيل ان النادي الاسماعيلي حاولت اعمل روتاشن بين البوابات موظفي الامن اللي على البوابات مش عايزين يعمله روتاشن يا كابتن ده اكل عيشي كل واحد ماسك بوابة عامل بوابات عامل فيها مركز قوة حضرتك مدير المشتريات في النادي الاسماعيلي دبلوم زراعة اه والله كان عامل امن فواحد جي بيحبه خلاها مدير المشتريات دبلوم زراعة النادي الاسماعيلي اللي بيورد للنادي الاسماعيلي ما عندوش عقد يعني ايه بيديك بسعر اليون طبعا انا جيت جبت كل الاكل ببلاش يعني جيت جبت يعني عطيته عراقي الاكل ببلاش حماد الطير الاكل ببلاش منجيبي ومنجيب اعضاء المجلس الاكل ببلاش قبل ما تمشي هل اتكلمت او حد تكلمك من ادارات الانداء او قلاء لعابين قالولك احنا عايزين فلان وفلان وفلان وكنت موافق مبدئيا على بيع مثلا اي حد تكلمني على ايه لعيب وفقت وفقت انا والجهاز الفني واللجنة الفنية وكل من يحب النادي الاسماعيلي اللعيبة اللي موجودة دي لعيبة عظيمة ولعيبة رجالة واستحملوا ما لا يستحملوا بشر قالهم سنتين ما اخدوش فلوس الا لما مجلس يجيه لكن هم ما عادش ينفع يقعدوا في النادي الاسماعيلي خلاص هو شاف ايام سودة مع مجالس عفوا مع مجلس اقدارة السابق مش مع مجالس انا ابراهيم بي كان ملتزم فالطبيعي ان اي العيب هيجي هيقول له احنا كان فيه وكان فيه وكان فيه انا بعمل وماشى بيضا فاللي يجي ليس تقليلا من اللاعبين كلهم رجالة لا استثني منهم احد كلهم رجالة